السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهلا بكم. الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نزود عدد الزيارات المدونة الى الضعف باستخدام كود صغير جدا. وطريقة سهلة جدا وبسطة جدا. كل الناس هتقدر تطبقها معنا ان شاء الله. تمام? طيب الكود بيعمل ايه? هنا دي مدونة تجربية. لو ضغطت على اي مقالة بالشكل ده. بيفتح لي المقالة في نفس الصفحة. تمام? نرجع كده تاني. نجيب اي مقالة تانية. بيفتح لي المقالة اللي انا بدخل عليها في نفس الصفحة. تمام? طيب. الكود اللي معنا. كود من سطر واحد. حوالي تلات كلمات. هنقضي ونسخي بالشكل ده. وطبعا هكون سايب لك رابط الكود ده في وسط الفيديو. تمام? سواء بقى كان موجود زي ما هو كده او تحميل. لان ممكن الاكواد دي ما فيهاش تحط في وسط الفيديو بالشكل ده. تمام? وهندخل على لوحة التحكم بلوجر. وعند المظهر. هنضغط هنا على السهم ده. تمام? هنقول له تعديل. وعندك وسم هد. يعني عد واحد اتنين تلاتة اربع سطور سطر الخامس هتلاقي تقريبا كلمة هد. تمام? هنفقب لها بالشكل ده كده او بعدها. ونضغط مسافة. تمام? وحط الكود بتاعك هنا كده. هتلصق. وعمل حفظ. تمام? تعني عادة تحميل بقى كده. وندخل على الصفحة الرئيسية. فتح للصفحة رئيسية في صفحة جديدة. تمام? دي المقال اللي قلنا عليها. فتح للمدونة في صفحة جديدة. طيب نخش على المقالة دي كده. فتح للمقالة في صفحة جديدة. كده كل الزائر ما يخش على صفحة من صفحات المقع بتاعك. بيحسب لك زيارة جديدة. تمام? يعني ما نفرض مسلا ان هو ارى الموضوع ده كده. وحاب يقرى موضوع تاني. بيدخل على الموضوع التاني والموضوع الاولاني مفتوح زي ما هو. فبالتالي كده هيزود عدل زيارات المدونة. وهيقلل معدل الارتداد عندك في المدونة. يعني هيزود مدة بقاء الزائر في المدونة. والوقت اللي بيقضي الزائر عندك في المدونة. الموضوع بسيط جدا مش مستهل شرح اقتنا من كده. هسيب لك رابط قوت في الوصف اسفل الفيديو.